فتاة مسلمة التزمت بدينها فرزقها الله بزوج مسلم وفي ليلة الزفاف دخل العروسان إلى منزلهما وقدمت الزوجة العشاء لزوجها وفجأة سمع صوت قرع الباب فانزعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة وعندما سألت الزوجة عن الطارق أجابها سائل يريد بعض الطحم خرج الزوج إلى الرجل وضربه ثم طرده وخرج الرجل على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد وفجأة أصابه شيء يشبه المس فخرج يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة تقدم شخص صالح لخطبتها فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سامع الاثنان صوت الباب يقرع وعندما سألت الزوجة عن الطارق أجابها سائل يريد طعاما فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بكي؟ لما تبكين؟ فأجابته والدموع تفيض من عينيها هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي طرق سائل ببابنا فخرج زوجي وضرب الرجل وطرده ثم جن وخرج هائما ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس بكى زوجها وقال لها أتعرفين من هو الرجل الذي ضربه زوجك؟ إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير